في أقل من يومين على قرار محكمة التمييز تنحية القاضي فادي صوان كمحقق عدلي عن ملف انفجار مرفأ بيروت، محقق عدلي جديد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه بعد تسميته من وزيرة العدل ماري كلود نجم. القاضي طارق البطار رئيس محكمة جنايات بيروت، والذي كان اعتذر في المرة الأولى عن تولي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ بسبب الجو الرافض لتعيينه في الأساس، علماً أن القضاء الأعلى رفض أيضاً اسم القاضي سامر يونس للمرة الثانية. فمن هو القاضي طارق البطار، الذي يتولى التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بعد ستة أشهر على وقوعه، من دون أن يخرج عن القاضي صوان أي تقرير يفند فرضياته على الأقل حول الانفجار، ويضع الرأي العام اللبناني في صورة التحقيقات، ما أفقد اللبنانيين الثقة بالمسار المتبع فيها بالنظر إلى أسلوب الاستدعاءات والتوقفات، كما القفز عن أهم المراحل، أي دخول الباخرة والنيترات إلى مرفأ بيروت. تؤكد مصادر قضائية للأوتي في أن القاضي البطار مشهود له بنزهته وكفاءته وأدميته وخبرته في الجزاء، واستقلالياته عن النزاعات السياسية أو أي انتماء أو ميول سياسي، كما بجرأته في مقاربة الملفات التي تريده. وتذكر أن غرفته شهدت محاكمات في جرائم عادية وخطيرة، من بينها جريمة قتل الشاب روي حاموش وجورج الريف، وهو الذي تابع قضية الطفلة إلا طنوس، ويستعد لجلسة حكم قريبة فيها بعدما تركتها كل الغرف. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه لا يتنحى عن القضايا التي يتابعها بصفته رئيس محكمة جنايات بيروت. القاضي البطار تبع أيضاً محاكمات جماعة فتح الإسلام. واليوم حضر المحقق العدلي الجديد في انفجار المرفأ إلى مكتبه في قصر عدل بيروت للاطلاع على الملف وتمهيداً لمتابعة التحقيقات فيه. وذلك وفق خطة لإدارة الملف يفترض أن يضعها وينظم من ضمنها الاستجوابات والاستنابات وسير التحقيقات، علماً أن لهذا الملف شقين، شق خارجي متعلق بالسفينة ورسوها والبضاعة التي حملتها، وآخر جنائي متعلق بكيفية وقوع الانفجار. يتسلم القاضي البطار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على وقع دعوات سياسية أبرزها لرئيس حزب القوات بلجنة تقصي حقائق دولية. دعوة كانت انطلقت قبل تعيين البطار وترافقت مع تحركات على الأرض، ولكن أخطر بعد وفق معلومات أمنية للأو تي في عن تحضيرات كانت موجودة لتحركات مشبوهة لقطع الطرقات واستغلال ملف مرفأ بيروت بحجة الاعتراض على تنحية صوان. مع الإشارة إلى أن تنحية الصوان ترافقت مع مفاجآت كبيرة أبرزها رفضه لأربع مرات طلب فيها مدير عامل جمارك بدر ظاهر الاستماع إليه، علماً أن ما يملكه ظاهر من مستنادات، وفق ما تؤكده معلومات الأو تي في على قدر كبير من الأهمية وتعتبر حاسمة، وربما تغير مسار قسم من التحقيق، ويتتركز حول المرحلة الأولى من جريمة انفجار المرفأ، أي فترة دخول السفينة وأفراغ نيترات الأمونيوم، وتقول مصادر متابعة للملف أن ما شكل مفاجأة كان رفض استماع صوان لبدر ظاهر في أحد أسوأ أشكال قم حريته، كونه موقوف لديه. ترجمة نانسي قنقر